دورة تدريب لأحدث المنتسبين إلى الشرطة المحلية الأفغانية هذه الوحدة اتخذت من جوشتا في شرق البلاد مقرا لها وذلك على بعد 40 كم من الحدود الباكستانية التي تشكل ملجأ للطالبان هؤلاء الرجال تدربوا فقط لثلاثة أسابيع ولكن قائدهم يعتقد أنهم على استعداد لمواجهة المتمردين الإيجابية في الشرطة المحلية تكمن في أنها تعمل في داخل مجتمعها وهي تحظى بدعم السكان هم مستعدون طوال النهار فقد أنشأت الشرطة المحلية الأفغانية في آب أغسطس من العام 2010 وباتت تعمل في 92 محافظة في كل أنحاء البلاد وتؤكد الحكومة أن غياب الاستقرار انخفض 60% في المناطق التي تنتشر فيها الشرطة ولكن حالات الاغتصاب أو العلاقات مع طالبان شوهت صورة الوحدات فيختار الوجهاء الشرطيين اعتمادا على معايير الكفاية والأخلاق لقد اختارني وجهاء كريتي لأن سجل العدل جيد ولا أطعاط المخدرات صلاحيات الشرطة المحلية محدودة مقارنة مع سائر الكوى المسلحة حتى أن التدريب ليس كاملا ما يشكل صلب المشكلة بحسب المنتقدين هذا العقيد الأمريكي مسؤول عن تدريب الشرطة المحلية هو يكر بالصعوبات ولكنه يؤكد حسنات هذه الشرطة البعض لديه أحكام مسبقة بأن الشرطة المحلية لا تحترم القوانين وتتعامل بعنف مع السكان ولكن هناك ثمانية عشر ألف عنصر وهم يتمتعون بالكفاية ويشكلون استثمارا جيدا في جوشتا يواصل عناصر الشرطة التدريبات وتأمل الحكومة تجنيد ثلاثين ألف عنصر قبل العام المقبل وقبل مغادرة جنود الكوات الدولية